في يوم الذكرى القى وزير الداخلية لإيطالي وعدد من الناس إكليل من الورود في مياه البحر يحياء للذكرى السنوية الثالثة لموت وفقداني 386 مهاجر ولاجئا غرقا بجزيرة الأنبيدوس الإيطالية بعد أن احترق مركبهم ورافق نحو 200 شاب أتوا من دول أوروبية عدة ناجين من حادث الغرق وذو الضحايا هذه الذكرى هي دعوة لأوروبا العزيزة أن تستيقظ لأنك عندما تلزم نفسك مع دولة كبيرة مثل إيطالي وتقول إنك ستعيد طوطين المهاجرين بعدها لا تحترم التزاماتك فإن النتيجة ستكون غيابة ثقة ولا يمكن الاعتماد عليك نحن نحترم كل التزاماتنا وأصبح الثالثة 21 أكتوبر يوما وطنيا للذكرى والاستقبال تخليل لذكرى اللاجئين بعد مصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي عليه في السادس عشر من أذار 2015 وفي سياق المتصل أعلن خفر السواحل الإيطالي الاثنين إنقاذ حوالي 5700 مهاجر قبالة السواحل الليبية موسيقى موسيقى موسيقى